الشرب من ماء زمزم أولاً يستحب الشرب من ماء زمزم وهو الذي أجراه الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر واستمر نبعه بمشيئة الله وفضله وإحسانه والقصة في صحيح البخاري وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وصب على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وشرب منه بعد طواف الإفاظة كما جاء في آخر حديث جابر الطويل في صحيح مسلم ثانياً ورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر الطويل في صحيح مسلم وفيه إنها مباركة إنها طعام طعم ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد مسلم وزاد فيه وشفاء سقم ورد في فضله أيضاً حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً ماء زمزم لما شرب له أخرجه ابن ماجة وغيره وقد حسن بعض أهل العلم وصححه بعضهم انظر ذلك في إرواي الغليل للألباني رحمه الله قال ابن القيم في زاد المعات ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدراء وأحبها إلى النفوس وأغلاه وثمنا وأنفسها عند الناس انتهى كلامه ثالثاً وللحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم وغيرها لشربه والاستشفاء به وأهدائه وهو من أنفس الهدايا لأنه ماء مبارك فيه لأنه ماء مبارك فيه شفاء وقد روى الترمذي في جامعه بسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله ترجمة نانسي قنقر